حق تقديم موعد تحرير الموصل دعوات عديدة لاحتواء نتائجها لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب دعت إلى أعلان النفير العام لاستقبال مليون نازلح من الموصل بالتزامر مع انطلاق عمليات تحرير المحافظة مشيرة إلى أن التخصيصات المالية غير كافية لإغاثة تلك الأعداد وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي أن على الحكومة ووزارة الهجرة والمهجرين مواجهة موجة النزوح من مدينة الموصل بالأعلان عن النفير العام وتقسيم المسئوليات لتلاف الأخطاء وأضف أن الأمم المتحدة تتوقع موجة نزوح لم يشهدها التاريخ إلا في الحرب العالمية الثانية لذا ينبغي علينا توحيد المواقف والاستعداد لهذه المحنة واقترحت لجنة الهجرة والمهجرين الإسراع في إنهاء ملف النازحين في الأنبار وديلا وصلاح الدين وأفراغ مخيمات النازحين لهم لدقليل العباء على الحكومة في النفقات وكذلك لإفساح المجال للقوات الأمنية بتطقيق أسماء المطلوبين ويبدو أن أمام الحكومة لاتخاذ تدابيرها سوء شهر واحد أفقاً للموعد الذي حدده رئيس الوزراء حيدا العبادي ببدء التحرير منتصف الشهر المقبل ترجمة نانسي قنقر